لنفترض أن النظام الجزائري ما يقوله صحيح يقول على أن تندوف تحت السيادة الجزائرية وعلى أن النظام حضرات الجزائر هو الذي يتحكم في تندوف إذن لماذا اليوم مرتزقة البوليزاريو هم الذين أعلنوا على أن تندوف أصبحت منطقة منكوبة بعد الأمطار الطوفانية وتناشد التدخل وتناشد المساعدة الدولية لماذا ليست الجزائر هي التي أعلنت أن تندوف أو مخيمة تندوف أصبحت منطقة منكوبة في الواقع الحقيقة تقول على أن مرتزقة البوليزاريو هم الذين يتحكمون في تندوف هم الذين يسيطرون على تندوف وعلى صحراء الحمادة والواقع يقول كذلك على أن الجزائريين لا يمكنهم أن يذهبوا لا لتندوف ولا لصحراء الحمادة بدون موافقة مرتزقة البوليزاريو وجاءت هذه الأمطار وهذه الفيضانات لتؤكد متابعين الكرام على أن مرتزقة البوليزاريو هم الذين يبسطون سيادتهم وكذلك أعلنوا جمهورية القياطة والعجاج في تندوف وليست في الصحراء الغربية المغربية إذن غدا نقرأ لكم جزء من أحد المقالات وغدا نفسرهم متابعين الكرام نقطة بنقطة قل كودي في واقعة تطرح العديد من علامات الاستفهام بخصوص السيادة الجزائرية المزعومة على تندوف أعلن مرتزقة البوليزاريو الانفصاليين أن المنطقة التي تسمى بولاية الداخلة أين توجد ولاية الداخلة؟ ليست موجودة في الصحراء الغربية المغربية هذه ولاية الداخلة موجودة في تندوف في مخيمات تندوف الموجودة حسب التعبير للنظام الجزائري موجودة في الجزائر لكن مرتزقة البوليزاريو أعلن ما يسمى بولاية الداخلة في تندوف بمنطقة منكوبة وذلك بعدما تسببت الأمطار الطوفانية التي تشهدها مجموعة من ولايات غرب الجزائر إلى نزوح العديد من ساكنة محتجز مخيمات تندوف وأعلنت قيادة مرتزقة البوليزاريو ممثلة فيما وصفتها المنابر الناطقة باسمها وزارة الداخلية بين قوسين أي نعم توجد وزارة داخلية للبوليزاريو في تندوف أي في هذه الولاية الاسموها بولايات الداخلة أين توجد ولاية الداخلة في تندوف صنفوها على أنها منطقة منكوبة وذلك بعد التساقطات المطارية التي عرفتها المنطقة يومي الأحد والإثنين خلفت أضرارا بالمنازل المقرات العمومية بين قوسين هاتش يومون اللي يقولون قل لك مقرات عمومية أين توجد المقرات العمومية في تندوف ليس في الصحراء الغربية المغربية في تندوف وقال لكاسيدي نزوح العائلات بسبب الفيضانات نزيدوا قال لكاسيدي كذلك وأوردت الجهة نفسها اللي هي وزارة الداخلية المرتزقة للبوليزاريو أنه بين قوسين نظرا للحالة الاستثنائية التي تمر بها الولاية تم إقرار جملة من الإجراءات منها تعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية مجددا أين توجد المؤسسات التعليمية ليس في الصحراء الغربية المغربية بل في تندوف وقال لكاسيدي توقيف العمل بالمؤسسات الجهوية والمحلية لمدة أسبوع أين توجد المؤسسات الجهوية والمحلية ليست في الصحراء الغربية وإنما كذلك في تندوف كاشفة أنها أضحت تعيش واضعا كارتيا ومنكوبا بسبب سيالان الأودية وتجمع البرك المائية وكان ما يسمى كذلك بين قوسين الهلال الأحمر الصحراوي قد أعلن أن ولاية الداخلة أصبحت منطقة منكوبة شهدت يومين الثاني والعشرين والثالثة والعشرين من نوفمبر الفين والعشرين تساقطت مطاليا غزيرة نجبت عنها سيول مما أدى إلى تضرر بعض منازل أو خيام العائلات بين قوسين طبيعة الحال والمؤسسات التعليمية ومستشفى الولاية عندهم مستشفى كاسم مواه مستشفى الولاية عباد الله ومبعد يجيك البصبعي يقول لك السيادة الجزائرية ما السيادة الجزائرية ده بشوفهم عيام زيان البوليزاريو قتلك ودي أعلنت تندو في منطقة منكوبا البوليزاريو التي أعلنت وليست السلطات الجزائرية هنا بشوفهم الحقيقة ديال السيادة والخزعبلات اللي يطلقها البصبعي والنظام ديال حضارة الجزائر البوليزاريو أعلنت على أن تندو في منطقة منكوبا نقطة الأولى البوليزاريو هي التي قالت بأنها غد توقف المؤسسات التعليمية والمستشفيات إنه مستشفيات بعد ذا بغيت نفهم واخر نزيد نكمله والمستشفيات والمرافق العمومية فيان تندو فيان دوف ليس في الصحراء الغربية والمغربية وإنما فيان تندوف حل معايا الودنك منزيان أيها البصبعي بشتفهم هي كامل كامل كمان يقول 소 returns هم كل من قل يقول وزارة الداخلية البوليزاريو وزارة ما عرف شأنة الهلال الأحمر فيها البوليزاريو فيانة كامل كاملة في كائنين كانين فيان دوف كانين فيان دوف أي نوع معناته 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 بأن الجزائر Optore سلطة على تندوف معنا أن النظام الجزائري لا ل فبالتالي إين هي السيادة المزعومة التي تتدعون من المطقة الجزائري وما إلى ذلك في حين أن البوليزاريو التي تعلنه إمتى غدت كل وضع منكوب وإمتى ما غدت كل وضع منكوب هذه هي الحقيقة متابعنا الكرام هذه هي الحقيقة التي يحاول إخفاؤها نظام حضارة الجزائر ويحاول أن يتسثر عليها ويحاول أن يظهر للبوصبعي على أن تندوف دياله وما إلى ذلك تندوف الآن أصبحت ليست للنظام الجزائري وهو فاقد للسيادة عليها وصدقوني بعد انهيار البوليزاريو ومرتزقة البوليزاري والنظام الجزائري تندوف سوف تعود للأصل الصحراء الشرقية سوف تعود للأصل والموروط الاستعماري لا يدوم هذه حقيقة تاريخية مسلم بها الموروط عن الاستعمار لا يدوم الاستعمار خلق لنا الجزائر دويلة العدو الجزائر خلق لنا مرتزقة البوليزاريو خلق لنا دويلات في المنطقة لم يكن لها وجود وهذه الدويلات يداهب للزوال لأن الحقيقة كما قلتها أن الموروط الاستعماري لا يدوم وكل من يدافع عن الحدود الموروطة عن الاستعمار وعن من جاء به الاستعمار هو داهب للزوال مع الموروطة الاستعماري لا محالة وهذه حقيقة يدرك عن نظام الجزائري فهو يؤجل فقط مصيره المحسوم وهو يدرك جيدا على أنه فاقد للسيادة وفاقد للشرعية وفاقد للأسس وفاقد للهوية التاريخية ولكل شيء فمن أجل ذلك هو دائما يبحث عن هوية مفقودة ولن يجدها بأي حال من الأحوال ففي نهاية المطال فاقد الشيء لا يعطيه وهذه هي الحقيقة متابعين الكرام فإذا البوليزاريو تعلنه تندو في منطقة منكوبا البوليزاريو هي التي تعلنه ليس النظام الجزائري أين هي السيادة أيها البصمعي المكلخ البصمعي الغبي اللي دعنا رأسنا بالسيادة والنيف المخنن البوليزاريو هي التي تعلن هي التي توقف هي التي تتحرك وليس النظام الجزائري في مشهد يؤكده على أن النظام الجزائري ليس له لا سيادة ولا استحمص هذا هو الواقع متابعين الكرام إذن خلوا للأراضي لكم والتعليقات لكم حول هذه الحقيقة المرة على البصمعي اللي كتقول أن البوليزاريو يعلن ولا تندو في منطقة منكوبا والنظام الجزائري يلس كتفرج أليس هذا معناه أن جمهورية القياطة العجاج هي قائمة بذاتها ليس في الصحراء الغربية وإنما في تندوف اللي كيقول عليها النظام الجزائري أنها منطقة جزائرية متابعين الكرام أرى لكم في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر